يحكى عن أمير كان معروفا بالحكمة وحبه الشديد للأشجار والنباتات ومن شدة هذا الحب قرر أن يحول مساحة كبيرة حول قصره إلى غابة خاصة به وأمر بأن تغرس فيها كل أصناف الشجر والورود والنبات التي يحبها وكان يقضي معظم وقت فراغه في الاعتناء بها بنفسه والاستمتاع بظل أشجارها وروائح أزهارها حتى أتى يوم إذ طر فيه للسفر في رحلة طويلة خارج مملكته وعندما عاد لقصره ذهب مسرعا للإطمئنان على غابته وهنا كانت الصدمة وفزع من هول المنظر الذي شاهده كل الأشجار والنباتات وجدها مصفرة وقذبلت فذهب إلى شجرة الصنوبر وسألها لماذا أوراقك مصفرة هكذا وأنت المعروفة باخضرار أوراقك على مدار السنة قالت له في حالة حزن عندما نظرت إلى شجرة التفاح وتأملت في ثمارها سألت نفسي ما الغاية من وجودي في هذا العالم إذا لم أكن أنتج مثل هذه الثمار الجميلة فاحتقرت نفسي ولم أجد لحياتي معنى أو فائدة عندها ذبلت أوراقي من الحزن تركها وذهب إلى شجرة التفاح وسألها لماذا تساقطت أوراقك وذبلتها كذا وأنا تركتك مظهرة وملئة بالثمار قالت له عندما رأيت هذه الأزهار الجميلة وشممت رائحتها الزكية التي تنعش الروح شعرت بأنني بلا قيمة مقارنة بها فلم تعود للرغبة في الحياة وبدأت أوراقي بالتساقط وهكذا استمر الأمير يطوف من شجرة إلى أخرى وهو يسمع إجابات متشابهة من جميع النبتات الذابلة في الغابة حتى جلس ليستريح وإذ برائحة عطرة بالقرب منه ورأى ظهر غاية في الجمال فسألها باستغراب ما قصتك؟ لماذا أنت الوحيدة التي بقيت محافظة على جمالك بينما كل النبتات من حولك قد ذبلت قالت له أنا أيضا كنت أرى نفسي بلا قيمة وأنا أشاهد شجرة الصنوبر الشامخة وهي مخضرة طوال العام وبدأت أضعف وأذبل لكنني فكرت إذا كان هناك أمير حكيم وذواق مثلك قد اختارني وأمر بغرسي وأعطاني مكانا في غابته البديعة فهذا يعني بأنه رأى لوجود معنى وفائدة ولم أزرع في هذا المكان عبثا فاطمأنت نفسي ودبت الحياة في عروقي من جديد إذا تأملت إنجازات غيرك وشعرت بأن وجودك بلا قيمة وبلا فائدة فضع نفسك مكان تلك الظهرة وتذكر بأن الله تعالى هو من أوجدك قد اختارك لأن تكون في هذا المكان الذي أنت فيه الآن فهذا يعني بأن وجودك له غاية وحكمة فلا تقارن نفسك مع الآخرين ثم تنظر لنفسك باحتقار أمامهم كما فعل بقية الأشجار أعتقد أن هذا الموضوع يستحق الكثير من المناقشة لا تبخل علينا وشارك معنا رأيك في خانة التعليقات ترجمة نانسي قنقر